تحت رعاية الرئيس عبدالفتح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرات كلنا واحد التي تمتد حتى الأول من يونيو المقبل تهدف المبادرة لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع بتخفيضات تصل إلى 60% امتدت فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية حتى الأول من يونيو القادم بمناسبة حلول عيد الفتر المبارك فمنذ اطلاق وزارة الداخلية المرحلة الثانية والعشرين منها لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات تصل إلى 60% شهدت المبادرة اقبالا كبيرا من المواطنين على تدبير احتياجاتهم مستفيدين من تخفيضاتها وقد أشاد المواطنون بتوجيهات رئيس الجمهورية باستمرار الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين بتخفيضات كبيرة حتى نهاية العام الحالي لتخفيف الأعباء عنهم كما أشادوا بالمبادرة واستمراريتها خاصة مع توفر السلع في قرابة ألف فرع لقبرى السلسل التجارية تشارك فيها طبعا الفكرة تماد المبادرة فكرة كويسة جدا وبنستفاد منها طبعا كلما بتمتد كلما تبقى منستفاد منها المبادرة دي محتاجة تبقى موجودة باستمرار عشان الناس تقدر تستفيد بالأسعار وتبقى العيشة كريمة وكويسة يريد تكمل بقى يعني شهرين ثلاثة كده لحد العيد الكبير إن شاء الله الأسعار تبقى كويسة يعني إن شاء الله مدريات الأمن بالتنسق مع كبار الموردين والتجار بنطاق كل مدرية واصلت توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة مع استمرار فعاليات المبادرة سواء في السلاسل التجارية أو المنافذ أو السرادقات أو من خلال قوافل السيارات المحملة بتلك السلع كل حتة السلع بننزل نلاقيها مفيش سلع نقصة لأ السلع الحمد لله متوفرة بشكل كبير جدا وده بيوفر علينا عناء كبير جدا يعني إحنا نلاقي السلع بقى لي فترة باجي والمبادرة شغالة بلاقي فيها حاجات كويسة جدا ودايمن بأخذ منها ولسه كمان دلوقتي حالا واخدى مقارونا وردس وحاجات منها برس المبادرة نكحت وكل الأسعار نزلت نزلت بصراخة والحمد لله في ناس بتشتري كتير وكل حاجة تمام 24 مافيش أي شيء تحتى بلودك اللي بينا اشتد عودك واللي وجودنا من وجودك وفي النعادي بروح وقل تحتى اللي باللبي في وقت ما بتنادينا لو تحتدينا بتلاقينا منافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية في إطار توجيهات القيادة السياسية تواصل توفير السلع الأساسية بتخفضات كبيرة وجودة عالية حتى نهاية العام الجاري في كافة منافذها السابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية الحمد لله المبادرة كويسة والأسعار كويسة قوي بقت تتخفض والحمد لله احنا بنشكر السيد الرئيس على المبادرة اللي عملها لنا حب أقول لوزارة الداخلية طبعا أنهم شكرين أفضلهم طبعا على المجهود المبزل في هذه المبادرة وأتمنى منهم وأتمنى من الله التوفيق أنهم يدعمونا دايما في مبادرة كلنا واحد وتستمر الجهود التي تبدلها وزارة الداخلية على الصعيد المجتمعي لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية جهود تتكامل مع سعي الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأقل تكلفة ممكنة وتستمر مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية في مرحلتها الثانية والعشرين بهدف توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بتخفضات انتصل إلى 60% في ظل توجيهات القيادة السياسية باستمرار هذه المبادرات للتخفيف عن كاهل المواطنين عبدالله بركات التلفزيون المصري